اللي تريد اخبارنا النهاردة وان زي ما تعودنا بيكون مع كوت اليد زي ما حدلكم معارفين منتخب مصر كوت اليد اللي كان موجود في فرنسا في معسكر هناك لعب مطشين لعب مع فرنسا ولعب مع اسبانيا فرنسا خسر فرق هدف وايضا في اسبانيا خسرنا فرق هدف رباع النادي الاهلي محمد عصام الطيار وابراهيم المصر واحمد عدل ومحصر رمضان بيشاركوا مع المنتخب بشكل جاي جدا وكان ليهم دور كبير جدا في مبارات فرنسا ومبارات اسبانيا يمكن طبعا خصوصا كان إبراهيم المصري في الدفاع والطيار في حراس المرمى واحمد عدل في التقوات اللي عبها اكيد كان ليهم فرق كبير جدا منتخبنا هيوصل للمانيا بعد بكرة عشان نلعب هناك مطشين وديين مع المانيا والبرازيب بعد كده نرجع يومين مصر تاني وبعد كده نروح الى توكيو ان شاء الله عشان نشارك في الالومبياد وده الفريق الجماعي اللي ان شاء الله يعني نتأمل او نتمنى ان شاء الله ان هو ياخد مدليا اولمبية وخلينا اقول لكم بس اتذكركم بحاجة في الدورة الولمبية الحالية ان شاء الله احنا رايحنا في توكيو كان زمان بنروح على بعستين بالاكثر بالوقت لا هنروح على خمس وست بعستات لان الدورة المنظمة في توكيو عملت منافسات في ايام محددة تخلص منافساتك تروح مجيش بدري تيجيب لمنافساتك بتلات ايام تلعب منافساتك تروح عشان يقللوا لتزاحهم والحمد لله مصر كمان تحطط من ضمن التصنيف التاني طبعا وبايا بحيط في موضوع طبعا كورونا وخلافه وطبعا مصر في وضع جيد يعني متصنفة في الدول الجيدة يمكن معنا بريطانيا في هذا التصنيف فالحمد لله ده هيخدم لعبتنا بشكل كبير جدا